تشهد ذيقار حملة متسارعة بتنفيذ المشاريع بالرغم من شطب العديد منها من قائمة التنفيذ فيما يقول مواطنون لمراسلة الرابع في المحافظة نور صادق أن المشاريع على كثرتها إلا أنها لا ترقى لمستوى الطموح لأسيما وأن الواقع الخدمي في ذيقار متراجع بشكل كبير مدينة النصرية تشهد حركة عمرانية ملحوظة في أغلب مناطق مركز المدينة فضلا عن مناطق أقضية ونواحي المحافظة حيث أوضح مجلس محافظة ذيقار الذي يمثل الجهة الرقابية أن خطة العمل جاري في بعض البشاريع واستبعدت عدد منها بأكثر يهمية خاصة بعد التقشف التي شهدته موازنة 2024 طبعا بما يخص المشاريع نحن اليوم محافظة ذيقار لدينا أكثر من مجال لدينا صندوق عمار ذيقار تبني كثير من المواضيع وكثير من الخدمات وبصراحة بيّنت النتاجة بالشارع الشغلة الثانية هو الجهد الخدمي اليوم شمل عندنا أربع أو خمس مناطق القرية العصرية، الشوفة، العقور، السبل هذه مناطق شالت من حصة الموازنة مواطنون ذيقاريون أوضحوا أن عدة مشاريع لم تكن بمستوى الطموح وإن على الحكومة المحلية أن تتابعوا بشكل جيد من خلال لجان رقابية عمل الشركات المنفذة للمشاريع وأن تركزوا على جودة العمل وإتقانه نتأمى من حكومة ذيقار المحلية حكومة جديدة في المحافظة بإطلاق المشاريع الجديدة لمحافظة ذيقار وبتحديد مشاريع الأقضي والنواحي أقضي الذيقار كافة تعاني منذ سنوات من قلة المشاريع وقلة التخصيصات المالية لكن اليوم نتأمى من السيد محافظة ذيقار وأعظام مجلس محافظة بالإسراع بتخصيص أموال لهذه المناطق بصورة عامة والله بيها تقصي بيها مناطق أنه دوم ما ثاني شيء هاي المشاريع قديمة هسا قاعدت تنفتح شارع فلان وشارع فلان يعني مو ما لليوم حتى مثل واحد يأخذ لبيها نجاز ويقول هذا المشروع أنا سويته ها لح هو مشروع والخدمات الحمد لله بس لنا حتى مثلا مثلا شم جسر عاوزنا مثلا جسر الجامعة ذاك إذا كابلونه هسا الحمد لله بشرون بخير جسر الإسكان الصناعي أريد هذا مثلا تقاطع المنسورية باشر مشاية ويصير زخم وتركز الحكومة المحلية في ذيقار خلال خطة العام 2024 على تنفيذ المشاريع في أقضيته ونواح المحافظة خاصة بعد التظاهرات التي طالبت بالخدمات التي شهدتها تلك المناطق مذيقار نور صادق الرابع